السلام عليكم اليوم على وصفات امواتي ان شاء الله سوف نحن لكم حلوة الكوكاوية امواتي بوصفاتي امواتي امواتي 150 قرام سوف نحتاج فيها كسة السكر زوج بيضات كاملة رشة الخميرة والفرينة لتنمو العجينة عجينة صبلي نضيف كسة السكر نضيف كور غلاسي ممكننا مغير فرصة صغيرة نضيف كاملة ت nuanced كاملة لتس mijوة كاملة حلوة سواء سوف تقريب وける النشاعة نضيف كور غلاسي المقالر نضيف كور غلاسي و البيض و لكن نضيف كور غلاسي نضيف فارينة نضيف فارينة نضيف رشة الخميرة كيميائية نضيف رشة خفيفة فقط لتجنة طري فقط لتجنة خفيفة نضيف العجينة ثم نضيف فارينة نضيف عجينة نضيف عجينة عصاب لي. مندهنهمش. لأنهم ما يلسقوش متخافوش منهم. ما راحش يلسقو لكم. كي مزيف اخاوتي يخافوا هاد المرحلة. يعني دائما يسقسوني هل ندهن اللي مول؟ يقول لكم لا ما تدهنوهمش. اذا بهالطريقة. يعني كنسبقوا عمد لكم الحلوة على المشبكة فيهم. نزيد. نجد لكم حبة فقط. يعني ما يمكن نشمول نديرها غير غوثة واحدة. لكن نعملو بهش حمل وصفة. ندير بها الطريقة. نكمل نلبس كامل ليمون التاوعي ونعود نرجع لكم. هنا بعد ما عمرت كامل الليمون نجوزه باش نمشته الحشو بتاعنا. اذا الآن نجوزه الحشو التاعنا. الحشو شرح نحتاجه. عندي مياه وخمسة وعشرين غرم مارغارين تكون طرية. عندي هنا مغرف صغيرة تعالفاني. زوج مغارف كبار. بتاع الفارينة. زوج بيضات كاملة. كاس وربع. انت اي مكسارات تكون محمصة ومطحونة استعمل الكوكو. مدى بكم تكون مطحونة ملاحة. تقليد استعملين اللوزة حجي كبنينة بزاف. هذه الحلوة. نحن نحتاج ايضا كاس إلا ربع تاع السكر. يكون عادي. نبدو بطريقة مباشرة. هذي هدوش فيه الحشو تعنا. ندير البيض اللي هو مزوج بيضات. إذا مع هذيك مغرف صغيرة على الفاني. نخلوها من بطريقة مباشرة. نحن نحتاج كاس إلا ربع تاع السكر. السكر يكون عادي. نحن نضيف السكر بزاف. حتى نسجبنا كامل المقادير. وذبنا ثم نضيف السكر مليح خلط الخليطة عن مليح ثم نضيف السورب و مكسارات نضيف السورب و مطحون ثم نضيف السورب نضيف السورب و مليح ثم نضيف السورب أستعمل الكوكاة فارينة خبيرة نضيف العبار منف صغيرة خلط المقاعدين حتى ينسجم النامباح الفرينة مزوجة مغارف كبار خلز نحصل عليه نحكم هذا المول نعمر الحشو في الوسط نحساب العجينة ستطلع وحدي فيها نحصل على الخمير نعرف ماذا نعمره نجد حبيبة بها الطريقة الفرن تعتبر في الوضع 180 درجة ندخلون حتى يأخذون لون ذهب نعود حلوة تبرد نعود حلوة التطبيق نعود ان نعود حلوة التطبيق نعود حلوة التطبيق ونخرجها من فوق نجعلها تبرد تماما سوف تحبط حاجة قليلة سوف نعود أن نعود لكم الحلوة التعريطة تجعلها تبرد دملاح تجعلها تبرد دملاح تقرمشة وهذه الطبقة الوسطانية تجعلها كثيرا هنا دوبت الشوكولة نفس الطريقة كما دوبتها في الحلوة تجعل قلبه بيض كما نضيفه لن نضيفه لا نريد أن نعود المرحلة الآن نضيف نضيفه نضيفه الوجه بالشوكولة انا احبت نزينها بالشوكولة هذا الحلوة نضيفه نضيفه طبقة غير فقط غير الوجه الفقاني ثم نضيفه ثم 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 بسيط وكل واحدة تبقى يعني لمسة تحاف تزيينتها الحلوة كما تقدري يعني إذا كان عندك الجوز ديري نص حبة من فوق في الواسط جيء روعة جيء منظر تحاف بزاف الشباب إذا نكمل نزيين كامل الحلوة نعود نرجع لكم فيما بعد إن شاء الله الحلوة تعمل هاليوم بعد ما نشفت ها هي معنا نعود لكم التزيين يبقى اختياري هنا فقط قسمت لكم حبيبة لكي تشوفوا الحلوة كيف تجي دائرة من الداخل يعني الطبقة البرانية جي شوية مقرمشة والدخلانية شوفوا جوطرية ويجي تحسي أنها غانية يعني هذي كلاب مكاغي مع ذلك المكسرات مطحونة الحلوة تجي غانية نتمنى أنكم تجربوها وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة وإلى اللقاء